على كثرة الميليشيات الطائفية المشاركة في حرب ميليشيا أسد على المدنيين في حلب وإدلب ها هي ميليشيا قسد تتخندق مع ميليشيا أسد ليكون لها بصمة في أكبر عملية قتل وإبادة وتهجير للأكثرية السورية مصادر ميدانية كشفت عن تنسيق بين ميليشيا قسد وأسد لمهاجمة المناطق المحررة غرب حلب وبناء على ذلك انطلقت ميليشيا أسد من مواقع ميليشيا قسد في باشمرا وذوق الكبير بطول جبهة تزيد عن عشرة كيلومترات بعدما عززتها بالمدفعية والصواريخ في محاولة الاختراق منطقة الشيخ عقيل بالشكل المفاجئ ذلك أن ميليشيا أسد كانت قد ركزت عملياتها في محور الأتارب ما يعني وفق جغرافية المنطقة اقتراب المعارك من دارة عزة القريبة من الشيخ عقيل المتاخمة لمناطق ميليشيا قسد بالتوازي مع ذلك تسلمت ميليشيا أسد من قسد عدة نقاط غرب بلدتين نبلة والزهراء الشيعيتين في محاولة من ميليشيا أسد لفتح محاور قتال جديدة ووصل قواتها في تخم الشيخ عقيل بتلك التي تحاول اقتحام قرية عواجل لكن وكعادتها تنفي قسد مشاركتها في عمليات ميليشيا أسد الطائفية وهنا سرعان ما ذكر ناشطون بتصريح سابق لصالح مسلم القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والذي تعهد فيه بمحاربة موصفه بالإرهاب في الشمال السوري زاعما أن هذا القرار ذاتي وليس بإعاز من أحد غير أن التآمر بين ميليشيات قسد الانفصالية وميليشيا أسد الطائفية على ثورة السوري ليس وليد اللحظة ولا أدل على ذلك من مشاركة ميليشيا قسد في حصار ميليشيا أسد لأحياء حلبة شرقية ومشهد الاستعراض بجثة الفصائل المقاتلة التي غادرت بها قسد في تل دقن قربة الرفعة عام 2016 الحديث عن مشاركة قسد بمعارك الشمال السوري طرح تساؤلات عن موقف أمريكا من ذلك خاصة أن واشنطن التي تعتبر الداعم الأول لقسد أيد تركيا في رفضها لهجمات ميليشيا أسد وحلفائها على الشمال السوري وأبدت دعمها لتركيا في أي عملية عسكرية مرتقبة هناك فهل يعتبر دور قسد بمعارك حلب موجبي ضوء أخضر أمريكي أم أنه محاولة من قادة قنديل للعودة لحضن نظام أسد بعدما فشل في حلم روج آفا وحتى حراسة أبار النفط شمال شرق البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر